السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفات أم عبد الرحمن إن شاء الله نقالكم بخير وعلى خير يا ربي كما تشوفوا وصفتنا لنهار يومها عبارة عن خطيرة حجم عائلي طفيرة بالعجينة المورقة واش نقولكم تخرج خفيفة مورقة الله الله حتى الحشو وحيكون حشو اقتصادي في متناول الجامع ستكون ضمن سلسلة المملاحات التي تستهل انكم تجربوها قطركم خفيفة مورقة يعني حددت ورقة حالة واضح لا ما اطول عليكم وكلكم يلا بنا نحن نشوفوا طريقة اللي حدرت فيها هذه الفاطيرات لنا ما تنسوش جام وبعطى جوام أحبابكم أول حاجة واش ندير هنا بعد ما خسلت السرق بتاعي ملاح وقطعته مهنا ما سوف نفوره ما سوف نغليه انا نديره في المقلة ورافيت نجرة ونجعله يدوب يجب ان يشرب لي كامل هذا الكلماء ونجدره مع بعض التتبيلات بعد ما نشف لي كامل السرق ندير عليه شوية الزيت بسم الله من كتش قط لكم لازم الحشو يكون ناشف باش مخليش العاجين سنينة التوم كبيرة عندي هنا مغرف ماشي مع مرة طمطن مصدارة توابين عندي راس الحانوت شوية كمون من قط لكم لازم يحب الكلمون ونسع الملح من قط لكم لازم نشفها كامل من قط لكم لازم نشفها كامل ثم بعد مصدار مخطل تناول في السرق نحن نشفها كامل تتمكن من قطع البصادة لازم تستهلك التصدر قطع ثم تستهلك الجزء من قطع لكم تحليتي المكلمين الى العوضة هذا الكسك التعي بعد ان نشف نضيفه قليلة فرماج و العجلة التعيش التي تحديثها هنا نضيفه كما نضيفه نضيفه الحشوه هنا في الوطن كما تستطيعون تضيفه قليلة فطر و زيتون و تضيفه الحشوه نضيفه هنا كما نضيفه نضيفه كما نضيفه 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 لنضيفه حشوه نضيفه نضيفه تكلمات فطر لنضيفه كما نضيفه لنضيفه لكي أتخذ لكم بشكل جميل تشكل تحتها تشكل العقيل تشكل شباب نضعها سوف نعود البيض نضيف الاطرق لكي تحمل فورمتها سبقه و نشعلته سخون يجعل المروحة تجعل العجين كما قلنا في أوروبا يعني لكي تتورق لها وليس لديها مرواحة تشعلها من تحتها غير تتوفوها طلعت العجين وتتورقت و حمارت من تحتها و الأطراف تشعلها من تحتها لكي تتحمر مدة الطهين تحتها 40 حتى 45 دقيقة نجدها قليلاً تحتاجها تحتاجها لكي تحصل على تحتها قليلاً و قليلاً و قليلاً سنقوم بتحضير المنزل و نعرف ان نتعرفها في صحة التقديم انا نجدها معكم هذه الفارقة و قلت لكم تخرج مرقة تخرج الله يبارك سلام اتمنى برك انكم اتجربوها وتنال اعجابكم ونحن ما بقالغ نقولكم الى فيديو قادم ان شاء الله سلام